عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة عمل منظومة التسجيل المسبق ACI للشحنات تم خلال الاجتماع استعراضوا تحليل لمختلف قيم وحجم البضائع المسجلة على منظومة التسجيل المسبق للشحنات وذلك خلال الفترة من 1 أكتوبر 2021 وحتى 31 يوليو 2024 هذا إلى جانب قيم البضائع المتراكمة والمفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو الماضي وخلال الاجتماع وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مركزية داخل كل محافظة تتولى مراجعة موقف مختلف السيارات التي دخلت البلاد في الفترة الأخيرة لصالح ذوي الهمم واستفاد بها غيرهم مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات راضعة ضد المتربحين من هذه السيارات